أنا عايز أقول لك على لقطة النهاردة حصرت لقطة رائعة عشان برضو نبذ التعصب وفكرة التعصب والكلام ده زيزو النهاردة خد خبطة من وراء في تاكل نجامج جدا فيه مين اللي جرت خانق خدت بالك عدت على الناس كلها مرة وانا عطيك أنا عايز أكل الولد وراح تخانق وهيعمل مشكلة في الشوت التاني طب هنا تبديك إيه لا وإيه بقى أنت ممكن تربطها كمان يا زيزو ده بعد أسبوعين هيلعب مع كاس سوبر إفريقي ضد أهلي ومروان عطية وهيقعود وخبطوا ببعض لا لا وده إيه معلش أكيد ما فيش لعب يتمنى اللعب لإصابة أكيد يعني وده أزميله بس ده المنافس بتاعي بعد شوية هو أنا الأهم المنافس ليه بأكلمك على اللقطة دي عشان النقطة دي عشان النقطة دي اللقطة دي محدش حلق عليها ومخدش حدش خد باله منها والله يفتح عليك دي لقطة تتدرس تقولك هنا بص اللي رايح يتخانق مروان عطية اللي هيلعب زيزو بعد 15 يوم ولا 10 تيام ولا زي ما يكون 15 يوم بزبط في خناقة في ماتش سوبر إفريقي هو اللي رايح يتخانق لزيزو وهو اللي رايح يزعى الولد وعايز يأكل الولد عشان خبط زيزو من وراء فلقطة تتبروز لازم تتبروز وتتحط تقول بصه عشان برضو إيه تفهموا أن الأمور مش بس كلها تعصب من حقك تبقى زمالكاوي وأنا لو هتكلم عن الزمالك يمكن الحمد لله رب العالمي أكتر واحد بيدافع عن الزمالك في حياته إنما هنا بيدافع عن مروان عطية معت شيرت المنتخب وبقولك بص اللقطة دي تتبروز جميلة اللقطة دي صح بصراحة يعني كان من أحسن اللقطات نروح نجز زمالك ونعافلين أنت عندك كلام كتير عايز تقول نجز زمالك ترجمة نانسي قنع